اغلاق المعبر للقرقالات وفتح الطريق البحري خوفا من تقارب المغربي المالي واعتراف هذا الاخير يعني مالي بمغربية الصحراء الجزائر ترد السفير الى مالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام معكم لبنان من قناتكم المتواضحة عالم اسكا واللي دائما كطلب الروتيني رجائعي منكم انكم تدعموا هذه القناة باللايك بالبرتاج كذلك بكتابة التعاليق يعني غير وريضة ولا قليب ولا رأي المغربية او كلمة استمري ولا واصلي فهذه الكلمة البسيطة ممكن تكون سبب في دعم هذه القناة فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم فرسميا المغرب كيستعمل طرق البحرية لايصال المنتجات الى افريقيا فمغرب اليوم ليس هو مغرب الامس وما كان حتى شيء واحد اللي يقدر يلوي دراح المغرب مؤخرا كنشوفوا مواقف عدائية من موريطانيا تجاه المملكة المغربية الشريفة نعم كانت كلمو على القارار الاخير ديال موريطانيا واللي زت يعني واحد النسبة من الرسوم الجمركية والضرائب على الشاحنات المغربية فقط اصبح من الواضح ان موريطانيا خضعت لضغوط الجزائر وتريد اليوم محاصرة المغرب بيغلق مع بردي القرقارات بطريقة التوائية لكن المغرب ره ما غادش يبقى سكت ويجعل موريطانيا الصغيرة تبتز فيه كيف ما بغلت فبعد الموقف السلبي لموريطانيا من عرقلة عبر الشاحنات بالقرقارات المغرب يخطط لنقل 70% من بضائعه الى افريقيا عبر ميناء الدخلة في المغرب يحتكر اكتر من 50% من اجمال صادرات الدول الافريقية الى موريطانيا و13% من المنتجات التي تستوردها السوق الموريطانيا من جارتها الشمالية عبارة عن خضر وفواكه وقبل ذلك كانت وزارة الفلاحة المغربية قد اوردت ان المملكة المغربية الشريفة صدرت الى الجار الجنوبي ما قيمته مليار درهم من المنتجات الغذائية خلال الفترة ما بين يناير 2015 وينيونيو 2016 وفي ضل عدم وجود خط بحر تجاري كي يربط الموانئ المغربية بنظرتها الموريطانيا يبقى معبر القرقارات هو الباب الوحيد لدخول مختلف الصادرات القادمة من المغرب ومن اوروبا وفي مقدمتها المواد الغذائية وهو ما يفسر الازمة الحاصلة في اسواق موريطانيا ما بين اكتوبر ونوامبر من سنة 2020 عندما اغلق موالون جبهة البوليزاريو الانفصالية هذا المعبر في خطوة لم ينهيها الا التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية لكن هذا الضرر لم يدفع نواكشوت للتعامل بشكل حاسب مع هذا الملف مفضلة الاستمرار في الحياد السلبي فوفق الارقام الموريطانية كتشكل مواد الغذائية الفلاحية القادمة من المغرب تقريبا 80% من المنتجات المعروضة في اسواق البلاد لدرجة ان اكبر سوق في العاصمة ديانواكشوت سماوه السوق المغرب علاش لان اغلب البضائع المعروضة فيه قادمة من المملكة المريبية الشريفة وكيشكل هذا المعبر ديال القرقالات المنفذ الرئيسي لمرور مواد مثل البطاطا والطماطم والجزر والحوامد الحليب المشتقد لله والسكر كذلك والكوسكوس الى موريطانيا وهذا لكيف يصل الخاصص الواقع عند اغلاق المعبر والتضخم الحاصل في اثميناء ما بقي من مواد غذائية فاذا كان النشط الاقتصادي المغربي مع موريطانيا وسائر دول افريقيا يتأثر باغلاق هذا المعبر فان تأثيره على موريطانيا ملموس يعني موريطانيا هي الخاسرة الاولى ايضا كونه المصار الرئيسي المختلف بضائعها الموجهة الى اوروبا والتي يشكل حديد نسبة تقارب 34% منها تاليه الاسماك بالنسبة كتب له 32% قريبا ثم مشتقات البترول بالنسبة كتجاوز 30% هذا بالاضافة الى جني موريطانيا رسوم الموريطانيا على اراضيها مستفيدة اساسا من تنامي النشاط التجاري بين المغرب وافريقيا اذ ما بين 2018 و2019 انضاف الى تهداد التصريح المسلمة لشاحنة نقل الدول العابرة من القرقالات الى 324 تصريحا جديدا فمصادر ديبلوماسية مغربية كتشف الموقف الموريطاني بجوجة الامور الاول هو عدم رغبة نواكشوت في الصدم مع البوليزارلو والتي تعترف بها لانها تعلم ان ذلك يعني الصدم مع الجزائر التي تتقاطع معها في العديد من المصالح اما الامر التاني وفق الجهة نفسها فهو تعامل موريطانيا مع المعبر كورقة الضغط على المغرب كونها كتعلم انه يمثل الشريان الوحيد واللي كيربط المملكة المغربية بافريقيا وتحديدا دول غرب القرى لكن اخواني اخواتي هل سيبقى المغرب على هذا الوضع او هذا الوضع مستمرا الى مانا نهاية الجواب طبعا لا فوفق مصادر متعددة العديد من الامور ستتغير والمغرب رحت واحد ما يقدر يبتزو وفق مخطط المغرب لنقل ما صارت 70% من نشاطه التجاري مع افريقيا من طريق البر المار عبر القرقارات الى الطرق البحرية التي ستربط من الدخل بموانئ القارة ما سيترك مهمة المعبر البر الوحيدة تقريبا هي نقل بضائع من و الى موريطانيا وبالتالي سيجعلها المعنية الاولى باضرار اي عرقلة مستقبلية ويبدو ان المغرب مصردا على الانتهاء من هذا المشروع عجلا واهدف هذا المشروع التي يتضمن بناء بناء تجاري استقطاب فرص الملاحة الداخلية مع دول غرب افريقيا اما الان سنرجع لرجوع السفير الجزائري الى مالي فاشفنا سابقا الاسباب دي الازمة ما بين مالي والجزائر هاد الاسباب اللي خرجت بها الجزائر حول ان الامارات والمغرب هما اللي كيتامروا على دول السحل والجزائر وهدي خرجت غير هارتقات وان الجزائر خرجت بهاد الاتهامات كحركة استباقية حولت بذلك انها تغطي على الاسباب الحقيقية دي الازمة مع مالي وحولت كالعادة تستفد بالمؤامرة واللي كتقودها يعني اللي كيقودها المغزن المغربي ضد الجزائر بمعنى ان الازمة دي الها مع مالي فما غديش نكتبوه ممكن ان هاد الازمة تكون ايجابية بنسبة المغرب يعني صحيح ان هاد الازمة ممكن تؤثر على اعتراف مالي بالمرتزقة يعني غدي سحبوا الاعتراف ديالهم وكذلك هي في صالح الميلف دي الصحراء المغربية لكن المغرب لا علاقة له بهاد الازمة لكن هدي كلها اتهامات فارغة في الموقع ديال مغرب انتليجنت قال بلي حولو لديكو بالجزائر يعني ذاك رجل الدين المالي كان مخطط من جبار مهنى رئيس مخابرات الجزائرية الخارجية باش يبعد رسالة لمالي حسب الموقع كيقول بلي الجزائر بغاد تخل النظام الجديد ديال مالي نحن او لا احد فقال الموقع مغرب انتليجنت تندرج خطط جبار مهنى في سياق عدم تفاهم مع مجلس الاسكري المالي الذي سخر منذ النصف الثاني من 2023 علنا عن المقترحات الجزائرية ورفض منح الجزائر دور قيادي كما كان الحال في الماضي ويخيف هذا التحول السيادي الجديد للجيش المالي القادة الجزائريين الذين يخشونا ان يرفض الجيش المالي بشكل نهائي مصالح الجزائر فهنا رضا على ذلك انفدت الاجهزة الجزائرية عمل يسديكو باش ترسل رسالة واضحة للجيش المالي كتقول له الجزائر لا تقبل عزلها يعني خاص النفوذ الجزائري يبقى في مالي بمعنى ان الجزائر قبلت ديكو باش تبعد رسالة لمالي يا اما تحافظوا على المصالح ديالنا يعني مصالح الجزائر في مالي واخد تكون ديك المصالح لا تتماشى مع النظام الجديد احنا ما سوقناش يعني خصكم تحافظوا على المصالح ديالنا بمعنى ان مالي خصت تكون ولا يتابع للجزائر واما ندعموا الارهابيين والانفصالين ونزيدوا نحرضوهم عندكم ونقوموا بزعزعة الاستقرار ديال مالي لكن مالي خرجت نشان عن طريق وزارة الخارجية وقالت خص الجزائر ما تدخلش لنا في شؤون الداخلية فالجزائر رضت عليهم باستدعاء السافير الجزائري بمالي ولكن الجزائر ما سحبتش هاد السافير بشكل رسمي لكن خرجت مالي واحرجتهم وقررت انها ترض عبر السافير ديالها سحبت السافير رسميا من الجزائر واخبرت الجزائريين بلي بلدكم سحبت السافير فهنا بقاة الجزائر محرجة اليوم اخواني اخواتي بشكل مدلول الجزائر تعيد السافير ديالها الى مالي اليوم السافير الجزائري يصل الى باماكو بعد اسبوعين بعد استدعائه من الجزائر او من طرف الجزائر فحسب ما اكدته الخارجة المالية ومصدر قريب من الصفارة لا يزال السافير المالي بباماكو هذا يعني ما زال كينة ازمة لكن الجزائر بجد جمعه تطوين وخوفا من انها مالي تقرب بزد من المغرب وتسحب الاعتراف ديالها من المرتزقة وممكن انها تعترف بمغربية الصحراء خصوصا ان هناك تلاطيش كلام ان مالي مقبلة على اعادة النظر في ملف الصحراء المغربية يعني ممكن هاد الايام نسمعه بالليمالي اعترفت بمغربية الصحراء واسحبت الاعتراف ديالها بمرتزقات البوليزاريو فالجزائر خوفا من هاد الخطوة مشت كتجي اردت السافير بطريقة مدلولة كالعادة يعني كما كيرجعوا السفراء الجزائرين الى الدول كتسحبهم الجزائر وكتخليهم في واحد العطلة من بعد كترضم او كتتوسل دولة باش تقبل انها ترضم كما درت مع اسبانيا اذا اخواني اخواتي نكتفي بهذا القادر تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة